آآ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. محمد رياض ويارفيت ان اربيك. هنتكلم في شابتر اتناشر اللي هو الحالات. آآ قلنا في قبل كده الحالات وجبنا في حالات وعرضناها. وآآ قلنا برضو ان احنا هنحط فيها حاجات تحت آآ سلسلة اسمها ما عندهوش. ودي الحالة اللي عنده هو ما عندوش او ما عندوش هو عنده. وقلنا برضو هنعمل سلسلة شوية حاجات اللي هي آآ آآ اللي هو مختطف بسيط من حالة شغال فيها. آآ ودي سلسلة جديدة تحت شابتر اتناشر اللي هو شغل العناية اللي هي الحالات اللي هي بتقى في العناية مركزة حالات بتكون مريضة جدا او بتحاول تموت يعني وانت وظيفتك ان انت تحاول تعملها آآ عشان تنقذها آآ بإذن ربنا طبعا. آآ فدي حالة برضو مختطف بسيط من حالة آآ كنت انا شغال في امريكا آآ ديسمبر اللي بتاوت. وآآ آآ راح تلم بتاعي بتاعي الحالات اللي في المستشفى لان هو دايما ايه بيبقى عندك حالات في المستشفى وآآ غير اللي انت بتستقبل الحالات اللي جاي يعني. لو مستشفى متوسطة صغيرة المتوسطة طورة. لو مستشفى كبيرة يقع عنده الدكتور بس الحالات اللي هي في العناية بس. المهم آآ طبعا في آآ في آآ المهم خانا نكلم في حالة دي. الحالة دي آآ كانت حوالي آآ حوالي ثمن سنين او او مش فاكر ثمن سنين او عشر سنين لأسف ما 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 سجلتش في وقت نفسه فنسيت. من ثماني عشر سنين آآ تقريبا آآ في ميل سبيد آآ شورت هير كات آآ آآ كانت آآ رحت للمستشفى عشان كان معروف ان هي دياباتيك قبل كده وكابتاخد آآ اربع يونت توايسة دي. او ما تسمع اربع يونت توايسة دي تبدأ تقلق يعني كتير. ومفروض القطة تاخد يونت اتنين يونت. اربع يونت يبقى غالبا انكنترول ده او في حاجة غلط. في حاجة تانية. فانا بستلم الحالة لقيت الحالة. طبعا دي دي بعد ما استلمتها بيوم يعني هي الاول ما كانتش كده خلص دي. كانت نايم على جنبها. وكان بتحاول تموت تماما يعني. كانت لقوت نايم على جنبها. وكان نفسها سريع جدا. وكان القلب بتاعها سريع. وكان حرارتها بدأت توطى. آآ وآآ كانت حريطها صعبة جدا. آآ بالاسف ما صورت لكمش الدم بس او نسيت اتصورها او اتلغبطت. المهم يعني آآ صورت لكم الجدول. فانا طبعا كنا هم بيعملوا لها بتحليل دم مرتين في اليوم. مرة كامل ومرة وكده. آآ فطلبت من الممرضة ان هي تقعد على جنب وتروح تاخد كمبيوتر بعيد كده وتعمل لي جدول وتحط لي الوقت واليوم واللي بيحصل ايه. آآ الدكتورة اللي بتعمل لي راوند قالت لي بص انا هو في واحد بدأ عالترو شاون لسا ماشي من شوية وبص عليها وقال لي شاك ان الليفر ده ممكن داخل في الهيباتيك ليبيدوزيس وهي عايزة تيوب. بس هو برضو شاك ان القطة عندها آآ 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 لان او يكون عندها ماسا حاجة فهو شاك ان في حاجة كبيرة ممكن بتحصل. وهو قال محتاجة آآ آآ دي اللي هي ايه آآ شوية تحليل كده بتتعمل آآ آآ بس لازم يصوموا القطة وياخدوا عين الدم وكلام من دوت آآ آآ يعني حط حالتها مش كويسة. دخلت كشافت على القطة طبعا بعدا ما رجعت متكل دخلت كشف على القطة بتتقطة وما كان البلاط بيدوها آآ آآ بتاخد آآ 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 اللي هو في الوريد دي عنكم تانية عشان آآ آآ يتخلص من الكيتونز واللي هي في مرحالة بقى الاستابلازيشن. اما بصيت على القطة اكبر حاجة دقيقتني ان القطة جدا. طبعا انت مش مفروض تبدأ دوت والموضوع ده لما تكون فدي اول حاجة اه اه لقيتني. تاني حاجة لقيتني ان القطة كانت اه حرارتها واطية. اه طب خلانك انا اعرف ما ينفعش القطة اللي عندك في الاي سيو طالما القطة بقى لها مسلا يوم او يومين عندك انت مفروض خاصة لحطة فهي دي يبقى انت في حاجة محتاج تعملها او انت في حاجة معمتاش مفروض تعملها. فكانت القطة في الوقت دوت اه البتايسيوم بتاعها كان واطي جدا اما انها دخلت كانت حواليه اتنين واربعة اتنين وخمسة. طب بتدوها بتايسيوم بدوها دي ايه. طب هو مش مفروض تنزل قوي كده. طب هو في ايه? اه هي ممكن تكون نزلت عشان 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 هم بدأوا يعملوا الانسولين والبتايسيوم وهي مش ممكن برضو عشان ما بتاكل شي ممكن حاجة كتيرة بس المفروض البتايسيوم ده كان يتصلح لان انت لو نزل عن كده انت الحاجة التانية اللي كانت موجودة برضو هي الفاصر بتاعها كان واطي جدا. الفاصر بتاعها كان آآ كان وصل لواحد واحد من عشرة. فان قلتم يا جماعة احنا فضل لنا تكة ونطلع بره. حاجة بسيطة وكرة الدم بدأت القطة هتفرقع وهتتكسر ونخش في ايه? وكده يعني. وفعلا بعدها بحاجة بسيطة هي يعني ما حصلش تأكيد باللايسيز ولكن لقيت البليروبين في اليوم دوت بدأ يعلى. فالبليروبين ممكن يكون على نتيجة ايه? نتيجة ان حصل تكسير فكورات الدم او ممكن يكون نتيجة حاجة مشكلة في الليفر. لان برضو ما عملوا كان الالتي اكتر من الف وخمسمائة. الالتي وحنا اتفقنا قبل كده ان الالتي داوات ايه? اه 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 طيب اه اه فكان عندي بقى مشاكل اللي هي اللي هو بوتاسيوم اللي هو فاسفرس. قلتون انتم تعملت قفل فاسفرس ايه? والله احنا لفينا واتصلنا وعملنا خمسمائة مكالمة وما حدش عنده فاسفرس ان هو اسم السوق. معارفش ازاي برضو نوايس عندهم بس ما كانش موجود الفاسفرس بتيسيوم فاسفيت او سوديوم فاسفيت عشان يعلقوا للقطة. وكان فترة كريسماس وكده فمش عارفين يا يحاجبون منين. اه 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 اللي قلنا والهايبوثيرميا كان تاكبنيك وتاكيكارليك ونايم على جنب بالدرجة ان الموردين اللي هناك واحد قال لي بقول لك الاقطة دي مفروض ايه? نديها لحوقنا ونتكلم الان هو يموتها يعني وكده. والقطة طبعا ما كانش بتاكيك كله كده. وهما كان عايزين يعنونها اه اه او يحطوا فانا قلت لهم يا جماعة اولا دي عشان اصابهم الاقطة اتناشر ساعة انا عايز اأكلها مبارح مش النهاردة. فمش انسى دلوقتي خالص. احنا عايزين نعالج الاقطة. مش مش بنعالج الاختبار. الهم من الاقطة تعيش. الكم ساعات اللي جايين وبعد كبه هنشوف ايلا هيحصل. اه طيب واليتيوب طب تحط يتيوب قلت لهم لا ما ينفعش خدر اقطة دي ما يتفعش خدر اقطة لو خدرتها مش هتقوم. تمام? فااا الاقطة دي احنا محتاجين ان احنا نحاول نعمليها زيش عادة منقدر اه كتنايم على جنبها قلت لهم ما حدش نايم على جنبها خليها اه ابدأ اديها بولوس كتير ادت لها ادت لها وعدتها تلات تلات تلاتة ماشي. اه هم كدوا عاملينها على حوالي لو حوالي انا خلتها على حوالي او او حسب ما تحسبها يعني لمدة اه ساعة وعملت تقييم تاني ادت لها ساعة كمان وتقييم تالت ودت لها ساعة كمان. اه اول طرم يتشكوا انه عندي عالية وشاك انه ممكن عنده مثلا اكيوت ليفر فيلير ولا حاجة فهتشك عشان لو محتاجة فيتامين كي نيتها فيتامين كي عشان ماجي بعد كده حط الايتيوب نحط لها. طب انا عندي كزا مشكلة دلوقتي ايه مشكلة الري هيدريشن اولتروم يدو بولوس. طيب هما كانوا حطين اه بتاسيوم في الباك كانوا حطين بتاسيوم في الباك قالوا ايه طب احنا نحط لها باك تانية قلتهم لأ. اولتروم لو سمحتم اه 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 احسبوا لي الجرعة وحسبة الجرعة بتاعة البتاسيوم اللي مفروض ما ينفعش تعديها. ودي احنا حطناها في المحاطر بتاع تيك ايه وحطها لكم تاني هنا. آآ بصيت عليها لقيت ان القطة حطت الماكسيمام ايه الماكسيمام اللي ما ينفعش هطلع له? لقيت الماكسيم حوالي اثنين وتلاتين ميلي لو حطت سكتي ميل فخليت الموردات غيروا الباجلي سكتي ميل اكوفرانت بل ليتر وحطوا له بقى القط بياخد ستين وديته بولس منه. تمام? بس طبعا انا ماشي ستين. حوارها لكل وقت. لاحظة واحدة كده. طيب فانا حطتها على ستين. ستين زي ما انتم شايفين هنا في الجدول اهو. لان بتاعها كان حوالي اتنين واربعة من عشرة كانت في الحتة دي. فانا حطتها على ستين ميلي. فالماكسيمام اللي ما ينفعش عدي عنه تمانية ميلي بر كيك بر اور. تمانية ميلي بر كيك بر اهو انا مديت لها البولس انا ايسف لها البولس كنت هي على كنت على الاربعين. تمام? اه فكان انا عديت لها تم ميلي بر كيك بر اور فانا تحت الاتناشر. تمام? اهو. هي اربعين كنسات وكان الماكسيمام اللي ينفعش دي اتناشر ميلي بر كيك بر اور. فالقطة اه 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 اربعة كيلو فقلت لهم اخركم طانية اربعين ميلي بر كيلو اه من المحلول ده. بعد البولس عطول هنزودها الستين ميلي اكوافلنت. ويبقى الماكسيمام بتاعنا اتنين وتلاتين ميلي بر اور. ولازم اكتبها بخط كبير كده الماكسيم من الفلاوت ده. طبعا انت عشان لازم عندك قلب جمد يعني انت تدي بولس من بس انت طالما حاسب ومتأكد انت مش هتعدي اللي هو نص ميلي اكوافلنت اللي هو مكتوب تحت هنا هوت. اهو الماكسيمام ده. تمام? اه المهم. فقلت تمام? فانا كده هقدر عوض لايه? تمام? طبعا عندي مشكلة في الفاسفرس وعايز القطة تاكل عشان نقلبش الهيباتيك لبيدوزيس. طب احط تيوب ما احطش تيوب طبعا انا كده اشتغلت على عملت لها سماعت طبعا عملت لكش في كامل سماعت الرقة اتأكدت ان ما فيش اه اه ما فيش اي اه 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 او الحاجة. الحاجة التانية هم كانوا قال ان القطة سوري اما جاء شاف ان عندها تاني فانا قلت حط بنفسي عشان شوف في الوقتك عندها في الوقت دوت. تمام? طيب احنا عشان احنا دلوقتي اشتغلنا على على بتاعها بالفلاود واشتغلنا على البتايسيوم بالبتايسيوم اللي احنا حطناه. اه طب الفاسفرس هنعمل ليه انه خلاص ما عندناش فاسفرس طبعا قلت لازم تاكل. لو بدأت تاكل الفاسفرس هيبدأ يعلى معينا. نعمل ايه طبعا نخدر عشان تخدير في الوقت دوت. اه لأ طب خليقوا يا جماعة جربوا في حاجة هناك اسمها آم بصدوا ده ده تاني يوم ده تاني يوم يعني لبتك المنزل هعمل كده. اللي هو برضو ايه بتحاول تموت زي ما نشوفين بس حاولها لكم بعدين مجرد ان اه ان اجيب اللي بعديها. طب انا بس حبيت اقولي على حاجة هنا قبل ما ادلم دي. لو نبطس هنا كده على الفلاود باقي المحطوطة. على الفلاود باقي هنا. اه هتلاقي ان مكتوب فيها كذا كذا الساعة كام مين اللي حطها والساعة كام ورقم الازيازة والكلام ده كله. فاي حاجة تحطط محلول لازم تلز عليها اي لازقة وتقول انت حاطت دي. تمام? طيب. اه اكدت معنا طبعا كل حاجة طب يا جماعة انتم اما حطيته الانسولين حطيته اول خمسين ميلي من البتاع ده تقول لي عيب ما ينفعش حاجة ساكات عادة عليها اطلق تمام. اه 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 يعني حاولت ارجع على 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 البروتوكول كله من اول والاخر. تمام? اه بعد اما طلبت من الموردة ان هي تقعد على جامعة وتعمل لي الجدول فهي عملت لي الجدول ده. الموردة بصراحة ممتازة عملت لي الجدول ده. فانا بدلا من قاعدة خمسين ستين ورقة كده. زي ما انتم شايفين. هي دخلت اه يوم واحد وعشرين. انا خلاص شفت بتاعي يوم سبعة وعشرين وحوريكم سوريتها يوم ستة وعشرين وحوريكم سوريتها وانا ما يشي كنت عاملة ازاي? تمام? اه جيت انا هنا او هوت البيوان وكرياتين والكلام دوته هوت الفوسفرس كان تلاتة ماشي? اه وكان البيوان واتنين وتمانين وعشرة. هم عشان بدأوا انسورين والذي منه والالي تي كان اوماس تلاتمين وخمسين. شوف الالي تي راح في هنا الافة وربعمية. الفوسفرس واقع منهم والبتايسيا مواقع منهم اكتر ليه? عشان اه بدأوا التريتمنت قبل ما يحصل ايناف ايه هيدريشن. تطلب الروبين برضو عالمين هنا. فده كان ما قلقني. هل تطلب الروبين ده عالي عشان 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 ولا عشان اه مثلا ولا عشان بدأنا نكسر في ايه? اه في الخليط دم الحمرة مع اه وطول البتايسيام. فده في الوقت ده دخلت وخليتهم يحطوا البتايسيام بقى زودت البتايسيام. بعد ما بدت البولس على الاربعين قلتهم لأ. غالي بقى فلاود ده الستين من كوفيلانت برليتر. وابدأ ادي له بتايسيام اورول. اديتو تامل كي اورول. اللي هو اه ده. اه ده. تمام. ده تسمو اه رينال بلاس في حاجة زي واسمها اي حاجة اورل بتايسيام تديه له هي هيساعد معيك. وحسبت الجرعة بتاعته وديت له اورل بتايسيام لان القط بدأ اياكل بدأ يتقبل. وده اللي انا دديته. اسمها فيه منه ده وفيه منه ده اي نوع مش فرق معي بصيت هنا في الوزن. هي القط حوالي اربعة كيلو لقيت اللي ده اللي هي محتاجها في اليوم. طب ده كان ملي فجبت الملي اللي هي محتاجها في اليوم. واسمته على تلاتة لانت دايما ما بتبدأ تعالج ما بتديش قوعة تدي على طول ومفروض تبدأ بالتلت. وبعد كده عشان فيه مشاكل تايحة واناكلها عليها بعدين ممكن تحصل لك فانت بتبدأ بالتلت. القط ما بتاكلش بقى لها اسبوع مثلا. وانت جيت تأكلها فتأكلها التلت. فدقت فعلا حد الكلام ده طبعا او ادت لها ده كان بتاخده كويس جدا كنت خليموا يأكلوها كل ساعة. طبعا الميزة بقى هنا ايه? الميزة هنا ان انا محتاجتش حط محتاجتش خدرها. محتاجتش وراء بقى تكون اجليش. محتاجتش بقى بقى توري اه ولا اي حاجة من دي خالص. لأ. والقطة تقبلتها من غير اي مشاكل. طبعا بقى بتاخد والحاجات دي كلها ولازم انه يعني. ضفت انتباعاتك عشان لان الريسك طبعا بتاخذ كالشر وبيوبسي وكلام من ده بس. القطة مش هستحمل فضفت انتباعاتك ضفت لها اللي هو وضفت لها هي كتعان يعني يعني وضفت لها مترونيدازول. مترونيدازول اشتغلت الاي اللي بحب اشتغل اقل من الدوز بشت سبعة ونصف ميلي جرام مرتين. اه تقريبا اشتغلت اه اه خمسة ميلي جرام مرة في اليوم. واليونسن كان ميلي جرام تلات مرات في اليوم. تمام? فهو بتاعك اللي في العناية. تمام? اه جيت تمام انا اليوم ده خلصت هنا مشيت الدنيا كتت كويسة هنا. اه جيت لقيت البوتاسيوم السواطي تاني يوم اجمعهم البوتاسيوم الزواطي كده. ده وصل الاتنين وتلاتة من عشرة. والفوسفرس السواطي هو في ايه? ايه اللي بيحصل? فاكتشفت انه هو في باجين. في باج وفي باج. فالباج اللي هم بيدوا منها اللي هي فيها دكتشروز ومحلو. يعني ادد. الباج دي هم وحطين فيها بوتاسيوم. الباج التانية اللي فيها انسلين. واللي هي بتمشي على عشرة ميلي. مفيهاش بوتاسيوم. تمام? دم لأ. حط لي بوتاسيوم هنا وهنا. اي فلوة داخل القط اللي فيه بوتاسيوم ستين ميل اكوفلانت بل ليتر. طالما همش هعدي اللي اتنين وتلاتين. ادد تجيتر. حط ده مع ده ده كان عشرة. وده وقت كان مش عارف خمسة عشر. الاتنين خمسة وعشرين اهلل من اتنين وتلاتين. يبقى انا كده في السيف سايد ادي بوتاسيوم على الستين زي ما انا عايز. بناء على الجدول اللي انا اريد اتحولكم آآ قبل كده. تمام? آآ بدأنا واحدة واحدة نأكل القطة هنا. القطة بدأت تاكل. الالتي كان وصل معنا الالف وسبعمائة اولمست. نازل الالف ومئتين آآ اخر يوم وانا ماشي هنا يوم ستة وعشرين. البتاسيوم كان آآ بتاعنا تضبط الحمد لله. والفوسفرس تضبط اتنين وستة من عشر. وبتاسيوم تري بوينت فور. بدأ ينزل تسعمائة وخمسة. وكان فيه لسه كان فيه طبعا انيميا. واحنا آآ كان فيه انيميا. جزء منه طبعا. بس اللي انا عايز اقوله هنا خلينا ما جيبير السلايد اللي بعديها. بسم الله. دي القطة آآ يوم منا ماشي يوم خمسة وعشرين. كان بتاكل خلصت الاكل وكانت قاعدة وكانت زي الفل والقطة ماشت رواحة البيت بعدها بيوم او آآ بيومين. طيب فالحمد لله القطة آآ كانت زي الفل واستجابت كويس العلاق بعد اما كان آآ يعني كنا يعني كان فيه وقت آآ كان الكلام ان احنا نلتها ولقا ونعمل ايوثنيجيا ولقا. القطة بدأت ترفع راسها البتاسة بتاعها تصلح الفوسفر بتاعها تصلح. وبدأت تحصلها هيجيشن وقبل ما مامشي بيوم بدأتها على لانتوس اللونج اكتن انسولين وان يونت مش فاكر بدأتها وان او تويس ادي مش فاكر واسعة لايه بس المهم يعني القطة طرى واحد بعديها بيوم او بيومين زي الفول. طب الليسن بقى لرنت. طبعا القطة دي احنا شخصناه بترياديتس اللي هي آآ آآ بانكريا تايتس مع آآ آآ بانكريا تايتس مع آآ آآ طيب آآ فيش وقت حاجات لازم نخلي بالنا من ماشي او اللي لازم تعلمها. اول حاجة مفيش حاجة اسمها ولو القطة عندك او الكلب عندك بقى له او يومين مسئوليتك ان انت تجمد قلبك وتجمده لان هو اصلا انت ممكن تديو بولاسيز اللي هو في شاك تديله شاك دوس. هتديو كتيرة اديله هو محتاج اديله. لكن ما فيش قطة اللي بقى عنده هو في العناية عندك. لو ما عندكش ايتيوب سيرينجي فيد او هاند فيد تمام وابدأ وان ثيرد. لو ما عندكش فاسفرس فيد. لو مش جيتينغ اناف بتاسيام حط اناف بتاسيام انت عندك معادلة امشي ما تخافش طرى ما تحت المعادلة ما تقلقش وحطه في جميع. اه الايتي بيقول لك ان فخلي بالك من نقطة دية فعشان كده انت بعتك. وان انت بتعالج البايشنت مش بتعالج التست. يعني ايه? يعني اه 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 هو القط ان هم كده عايزين يعملوا له اللي هو ويشوفوا عنده الفواليت ايه والبي تولف ايه والكلام ده كله ايه? ماشي الكلام ده ارقام. فعيصوم القط لا. عالج الحيوان بتاعك الاول قبل ما تفكر اه تعمل الدياجنوستيك وخاصة ازا كان الدياجنوستيك دي هؤثر على حياته. اخر حاجة وان شاء الله اه تمام? وان شاء الله يعني اه طالما انت عندك الحالة في المستشفى وعندك الامكانات اللي انتقدر تعالج شكرا سلام عليكم.